صباح الخير أنا الكابتن أشرف سعد وديوسر اللي كنت في الرحلة بتاعة الفنان محمد رمضان في سبتمبر اللي فات وأخ الفنان محمد رمضان طلب أنه ياخد صورة تذجار عشان يفرجها لابنه وإحنا طيارة خاصة الطيارة كلها هم 8 ركاب 8 فتيهات ومفيش عائق أساساً بين الطيارين وبين الركاب مفيش باب فاصل فالكو بايلوت اللي كان معايا راح الحمام الحقيقة لقيت الأخ محمد رمضان واقف جنبي وبيقول لي بعد إذن كان هاخد صورة أفرجها لبني إحنا كطيارة خاصة بيركب معنا ناس في اي بي رؤساء جمهوريات ووزراء وأمراء من كل بلاد العالم فلما بيطلب أنه ياخد صورة كتذكار إحنا حبياً ضمنياً بيننا وبينهم بياخدوا الصورة حاجة فور سيلف لنفسهم لكن مش للعرض أو للنشر أو للكلام ده كله طبعاً اللي حصل من الفنان محمد رمضان أنه هو نشر الصورة بدون علمي ولا موافقتي على الميديا في فيديو اللي هو أغنية الكلام ده طبعاً كلام خطأ كبير جداً 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 أنه تعمل لأنه بيخالف جميع الأعراف وجميع القوانين اللي في الدنيا أنه هو ينزل فيديو متفبرك بالمنظر ده وأن فيه واحد بيقول بيحلف أن محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة ولفظ سايق الطيارة ده يمكن الطيارين يعرفوا أن ده مش لفظ ناس طيارين إحنا بنطير بالطيارة ما بنسقهاش المهم إن اللي عمله الفنان محمد رمضان بالفيديو ده تسبب فأزية جمدة جداً لناس كتير لناس كتير وقفة البيوت كتير وأنا لما قلت له الكلام ده وإحنا كنا راجعين من الرياض قلت له أن اللي أنت عملته ده بدون علمي حيتسبب فأزية ناس كتير قال لي لا ما تقلقش خالص إحنا الموضوع ده كله واندر كنترول وأنا ليه يا ناسي هتكلم معاهم وما تقلقش خالص والموضوع اعتبره منتهي طبعاً الموضوع منتهاش الموضوع بقى قضية رأي عام في يوم وليلة واللي حصل حصل وكان قرار الوزارة إيقاف نهائي أو مدى الحقيقة عن الطيران وطبعاً ده موضوع صعب جداً علي لأن أنا راجل الحمد لله يا رب كان ليه تاريخي أنا راجل أساساً قوات جوية مدرس في كلية الطيران ومدرس على طرازات كتيرة جداً في القوات الجوية ومدرس في طرازات مدنية بعد ما سبت القوات الجوية فصعب إن أنا أعرض تاريخي كله لإنه يتمسح بالأسلوب البايخ هذا هو الموضوع نهايته إن إحنا أنا والكو بايلوت اللي معايا أخذ إيقاف سنة وهو للأسف مالوش زنب برضو الراجل يعني هو أخذ إيقاف سنة ليه وأنا أخذت إيقاف مدى الحياة فطبعاً أنا سيبلوكو أنتو الحكم على الكلام ده والحمد لله على كل شيء قدر الله ما شاء فعله ترجمة نانسي قنقر